بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع Reflexive Access Control List الموضوع ده هو موضوع مهم بالنسبة للناس للبيدرس CCNA او اي شهادات اعلى من كده بما في ذلك CCNAB او حتى شهادات Security وطبعا هو اساسي في شهادة مثل CCNAB مقرر عليهم تعالى الاول نخش في الموضوع بسرعة ونشوف ايه هو Reflexive Access Control List وهتفيدني في ايه في موضوع في الناتورك بتاعتي وفي موضوع حماية الناتورك بتاعتي الاول نتعرف على اللاب نشوف شكله ايه اللاب ان شاء الله يكون بالشكل ده بسيط جدا عند شبكه داخليه بما السلع جهاز واحد وهذا الراوتر بتاعي اللي موصلنا على الشبكه الخارجية اللي هي الانترنت بما السلع جهاز اللي هو في الواب سيربر وعند جهازين اللي هو الانترنال وعند جهاز الخارجي اللي هو الويب سيربر ايه بقى الموضوع Reflexive Access Control List وبتعمل لي ايه وفديتني في ايه طبعا زي ما احنا عارفين ان الموضوع ان ال Access Control List عموما دايما هي مشاكلها انها One Direction او Unidirectional يعني ايه One Directional او Unidirectional ال Access List بتكون بتقلوة ترافيك في اتجاه واحد بس يعني لو عملت مثلا برميت للترافيك من الجهاز الانترنال ده للأكسترنال اللي عملت له اللاو Access لبرا ده هيعمل اللاو للترافيك في اتجاه واحد بس انه هو عمله اللاو من جوه لبرا لكن الترافيك اللي راجع من برا هيجي هنا عند الراوتر ده ويعمل لي مشكله يا اما الراوتر هيعمله بلوك يا اما انا هكون مضطر ان انا افتح كل البورتات عندي او اعمل اللاو All اعمل برميت All برميت Any عشان اقلو كل الترافيك اللي جاي من برا ده انه يوصل للشبكة بتاعت اللي جاوه فطبعا لو عملت كده انا كده اعملت ايه كده اعملت صغرة مش صغرة بقى انا كده اعملت خندق اعملت كهفة في الفيرول بتاعي كده تقريبا الفيرول موجوش لازم تعال بس نشوف هنا فلاسمة بسيطة كده نشوف الايه نمثل الموضوع ببساطة و براه عشان نعرف بالزبط بالزبط اهميتها ايه وفديتني في ايه طيب همثل مثلا شبكة بسيطة كده اقول مثلا اذا زي نفس الاسم اللي فات انا مثلا راوتر بتاعيه وهذا الشبكة الخارجية مثلا فيه مثلا ويب سيرفر انا اعمل الاول لالكلاينتس اللي عندي في الشبكة هوم انا عندي كلاينت اهو اعمل له الاول اعمل الاول اعمل الاول الناتر كده انها تاكسس ايه تاكسس الانترنت من خلال من خلال الراوتر ده الراوتر ده شغال بمثابة فيرول يعني المفروض انه اصلا الفيرول بيعمل بلوك لاي ترافيك جاي من برا نشي طيب تعال هنشوف لو الكلينت ده حبي اكسس الويب سيرفر ايه اللي بيحصل بالزب هنشوف مثلا هنا الكلينت ده ده سيه مثلا هنطابق على نفس اللاب اللي عندنا عندي اللاب زي ما انتشايف الجهاز الانترنال الاب بتاعه 10.002 والدفولت اكتوي بتاعه الاب روتر 10.001 كذلك الويب سيرفر ده الاب بتاعه 20.002 والدفولت اكتوي بتاعه الراوتر 20.001 ده بس كايه كحاجه مبساطة عشان نوضح الاب ده طيب انا عندي الكلينت ده عندي الكلينت ده فين برده المشكلة عاليسا ما شفنا هاي طيب الراجل ده هيعمل باكت هيبعد فعل ريكوست اللي ايه الاتشت بي سيرفر برده الباكت دي فيها اداة data او الريكوست اللي هو تربه الريكوست بتاعه ماشي هنا السورس بورت بتاعه اي رقم اي رقم مثلا مثلا بورت نمبر 2000 الديستيناشن بورت بتاعه هايكون كام هايكون ثمانية وهنا السورس اي بي بتاعه اللي هو مثلا 1002 هنقوم مثلا نسميه ايه اكس والديستيناشن اي بي بتاع السيرفر اللي هو كام الويب سيرفر ده اللي هو 2002 هنسميه برض واي للتسهيه خلاص ويبعد الباكت دي فين تجاه السيرفر ده الباكت هتوصل هنا عند الراوتر ده طبعا الراوتر بما اننا عمل Access List بتقلل و ايني هلاقي السورس اكس و الديستيناشن و ايه هعمل لها قلل و المهم الباكت وصلت فين وصلت السيرفر ده طيب السيرفر شاف الطلب اللي في الباكت اتشتيب ريكوست جيت مهم شاف الكلام انت عايز ايه فبيربلاي على مين بيربلاي على الكلام السيرفر سيعمل باكت تانية خالص هيكون واحدة تانية خالص طبعا بكل حاجة ايه معكوسة يعني هنا هيحط لي هنا الدياتا وهنا هيحط لي السورس بورت بتاعه كام 80 سيعمل لك هيحكس كل حاجة و الديستيناشن بورت كام 2000 مثلا و كام و wen و الغريب بحجة تدريب و يبطل و يبطل و يبعد الباكت تجاه من و تجاه الباكت اوصل الامتكار الخارجي المفروض ان انا اصلا كنتورك ادمن انا اعمل بلوك لأي ترافيك جايلي من الاكسترنال داخل فين؟ داخل على النيتورك تمام؟ هيبتدي اطابع الاكسس لسلس مش هيلاقي طبعا فيه اكسس لسلس بيتألاو الترافيك اللي بالشكل ده تعمل الاكسس لسلس بيتألاو للترافيك من سورسة اب لدستيشن اب داخل النيتورك عنده وبالتالي هيعمل ايه؟ هيعمل بلوك او هيعمل هيعمل دسكارد الايه؟ للترافيك اللي جاي من بره ده هنا بقى في الموضوع ده نفعني موضوع الرفليكس في اكس كنترول لسلس طبعا هتقول لي ما فيه الستابلش ده الستابلش ده الستابلش ده تشغله مع ايه؟ نشغل مع الاسبليكس بي بس يعني الاسدابلش ده ايما فكرتها على ان طالما مثلا انه انه تعامل انه ها Seriously من غافبين京 بلي او هكذا وليا قضي ناو رأح اتباه الانها لكنه انUh invitén simple خالص ما اضع الان هؤلاء وكلاباش تعلها صبع داو ن guess what the font up is different لا توجب انها تضع الإيمان كرباش غير ذو الاسد Mike حسر ما ايه فكرة الريفليكس ده او انها اجان فكرة م blueprint طيب ايه فكرة الريفليكس او عكسيه beyond the facts ازاي الكلام ده ركز معاي الراوتر ده انا هكريت عليها Access List هنا اقوله ايه اقوله اللاو اللاو ايني او برميت ايني اد ايني تمام طيب اول ما اقوله في الكنديشن بتاع ال Access List اقوله Reflect ساعتها هيعمل ايه مجرد ما ترافك يماتش ال Access List دي هو automatically هكريت اكسس لست تانية تمام؟ هيكريت اكسس لست تانية بنفس الايب هات ونفس البرتات بس معاكوس عشان يألاو الربلاي ترافيك خلاص؟ عشان كده ساموها Reflective Access Control List يبقى الراوتر ده جاست ان يجيله اي بي من جوه طلع بره و يديله ألاو و يماتش ال Access List دي يماتش اصلا ال Access List الاصيل هي اصلا بتسمح الرافك انه يطلع من جوه البره ان انا بسمح الناس اللي عندهم اكسس الانترنت فمجرد ما اي اي بي يوافق اي بي خارجي و طبعا انا في الحالة العادية ممكن تقولي انا ممكن اعمل Access List مثلا تقلاو اي بي معين او ويب سيرفر معين انت بفرض ان عندك و ده فاتح جوجل و ده فاتح الياهو و ده فاتح الفيسبوك هتقلاو اي و اي اي كده مش هينفع فانا عاوزوا يقلاو يقلاو اي بي معين و في حالة الربلاي بس و في وقت معين فهنا هتنفعني عملية الاي عملية Reflective X Control List يبقى الخطوات كالتالي او اللي هنعملو كالتالي هنقول مثلا لو ناخدهم بالترتيب كده هنقول اول حاجة هعمل ايه هعمل Outbound Access Control List بتقلاو الترافيك من الانترنا للإكسترنا سي مثلا هسميها Allow Out ادي اول واحدة هعملها خلاص و انا بعملها و اثناء ما انا بعملها هزبطها بحاجة اسمها Reflect الرفلكت هيخليها تعمل ايه هيخلي الروتر يكرية Access List تانية طبعا انا هكون بيديله اسمها هوريك الكلام ده حالة مثلا هقول له كاريت ال Access List اسمها Allow Replay طبعا خلي بالك ان الرفلكت الرفلكت في Access Control List ايما على Named Access List تمام كده يبقى انا هعمل Access List عاديها جدا نام ده Access List اللي هتعمل قلول الترافيك من الانترنا و اثناء ما انا بعمل Conditions بتاعتها هعملها ايه هزبط فيها حاجة اسمها Reflect بحيث ان الروتر اوتوماتيكالي يكرية Access List تانية يكريتها اوتوماتيكالي ديناميكالي ولها وقت معين هتكون موجودة فيه هيكون اسمها باللينا هدهوله فانا هتدي له اسم زي ما انا عاملين في المسال عندنا كاببين ايه؟ كاببين Allow reply بحيث ان الروتر هيكاريت Access List اسمها Allow reply بعكس الايبهات وعكس البرتات لان الترافيك اللي جاي من بره هيكون معكوسة هيكون ايبهاته معكوسة والبرتاته ايه؟ معكوسة على العكس اللي كان طلع من جوه تعم كده؟ طيب طيب ال Access List التانية هي بتطبق اوتوماتيك ولا تطبيقها شكله ايه؟ هقولك تطبيقها شكله ايه؟ انا هيكون عندي ال Access List اصلا اللي هي بتدناي الترافيك اللي جاي من بره سي مثلا هسميها deny ان خلي بالك من الجزء ايه؟ ده اعتبر اهم جزء في الموضوع ال Access List دي اللي هي بتدناي ان اللي هي هتبلوك اصلا الترافيك اللي جاي من بره طبعا انا هعملها ومش هكتفاء حاجة مش هكتفاء ايه بأي ايه؟ 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 طبع انت عارب باي ديفولت ان لو كابتش في ايه؟ هي هتعمل دناي اني خلاص؟ هقول لل Access List دي انها تستخدم ال Conditions الموجودة في ال Access List دي ان وجدت؟ يعني انا هقول لل Access List دي خلاص؟ هقول له افاليويت او استخدم ال Conditions اللي الموجودة في Access List دي فبالتالي لو فيه ترافيك طالع من هنا طالع بره هيتكرية Access List اسمها اللاو ريبلاي بايبهات وبرتات معكوس الترافيك وهو راجع هيقابل ال Access List اللي هي دي هيطبق فال Conditions دي انهي اللي هي موجودة دي اللاو ريبلاي دي تاني؟ ولا كده اللي اخبطت؟ طيب نعيد من تاني ونوضح من تاني انا زي ما قلنا الاول هنعمل Access List اللي هي بتألاو الرافيك من الانترنال هاجع على الانترفيز ده وعمل Access List بتألاو الرافيك من الانترنال لإكسترن وعرف الراوتر ان ان الرافيك ده Reflective يعني ايه؟ يعني الرافيك ده هيكون له رد او هيكون له ربلاي وبالتالي الراوتر dynamically هيكاريت Access List انا هحددها له وحديد له اسمها وبناء عليه هو هيكاريت ال Access List دي ديناميكالي بس طبعا مش هيطبقها انت عارف ان ال Access List ممكن تتكاريت ولا تتطبقش هو هيكاريت ال Access List وهيسيب اسمها زي ما انا هقوله مثلا اللاوري بلاي وبايبهات وبرطات معكوسة للترافيك اللي هيماتش ال Access List الاولاني تمام كده؟ تمام وبعد كده اعمل ال Access List اللي هتديناي الترافيك او اللي هتبلوك الترافيك اللي جاي من بره وعرف ال Access List دي انها تستخدم ان ال Conditions بتاعتها هي هيه نفس ال Conditions اللي موجودة في ال Access List اللي هي كاريت الديناميكالي واللي انا عارف اسمها اللي اسمها اللاوريبلاي طبعا لو ال Client ما كانش عامل Connection اصلا من الاول ما كانش دي هتكاريت اللي دي مش هتكاريت اللاوريبلاي دي مش هتكاريت اصلا الا اذا فيه Client عندي من جوه عامل Connection برا وبالتالي هتكاريت ديناميكالي Just in traffic Just in traffic يماتش ال Access List الاولانيه اللي هي اللاوريبلاي دي خلاص للمجرد ان ال Trafic بتاع ال Client ده عامل ماتشنج مع اول Access List اي بي اي بيهات محددة و بورتات محددة غير ما انا مثلا اعاوز اقلو ترافك معين من سرفرات معينة انا عندي زي ما قلتلك الانترنت هقلو ايه ولا ايه لكن طالما Client عندي عامل Connection مع جوجل.com كده هو Connected باي بي معين على بورت معين كده انا بقى عندي الروطة عارف ال اي بي ده و اي بي ده والبورت ده والبورت هنا والبورت هنا كده يقدر يعملهم ايه يقدر يعملهم Reflexive Access List او Access List عكسية بكاريتها ديناميكا انا بقوم محدد له اسمها اهيه وال Access List اللي هتقلها او اللي هتستقبل ترافك اللي جاي من بره اللي هي Access List ال-in هاعرفها انها تستخدم ايه هاعرف انها تستخدم ال-conditions الموجودة في Access List اسمها Allow Reply طب لو مافيش Access List اسمها Allow Reply موجودة يبقى معنى كده ان مافيش ترافك اصلا طلع من جوه وان الريكوست اللي جاي ده ده جاي كونكش هنبدئ من بره ما هواش Reply لانه لو كان كونكش هنطلع من جوه كان الروتر كاريت Access List اسمها Allow Reply وكان ال- deny in Access List كانت هتستخدمها وكانت هتسمح للترافك انه يعمل ايه انه هو يمره ما تيجي نشوف الموضوع ده عملي يمكن يبان اكتر احسنه ملخبط شوية بس ممكن يبان اكتر طيب نيجي على ايه نيجي على الراوتر اهو تعال ناخل على الراوتر نعمله ال-configuration نعمل ال- enable نعمل ال- enable طبعا انا كتبت command غلط ويفتكري ان ده اسم الراوتر انا بحاول اتلت عليه ناشي قيل قيل نعمل الـ newip-domainlocab عبر في كريم اضافة المف합 او ايو ايو دا بدع الموضوع عشان باسكلابت ايو دا غلط فهو فكر ان دا اسم روتر ان اعزي اتنجته عليه فهو عايز يعمل انه مرسل يوش انه ما فيمش ان دا اسم دا اسم غلط فانما بقوله الامر دا كده بعد وكلابت ايو دا غلط خلاص مش هيه اول دا انفاليد قمت مهم نرجع الموضوع الابر إمكاني إستامت الشركة الابر إستامت الشركة الابر إستامت السAMP أسميها سأسميها إيهينا نتبه إسم térm إسميها إسمي الإستامت الشركة اقوله allow-out اذا كده ايه؟ اذا كده اول access list كاريتناها ليهت allow الترافك من جوه لبرا تعم كده؟ طبعا زي ما انت شايف هي نيم ده access list واسمها ايه؟ اسمها allow-out تمام فاطل ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل conditions لجوه هقوله ايه؟ هقوله permit زي مثلا ip any any هل كده بقى allow الناس اللي جوه انا connect على اي حاجة برا طبعا انت لو عايز تقفلها على بروتوكول معين براحة ماشي؟ انا بقى اهمل الجزء الجاي شايف الكلمة دي؟ reflect هوا اكمل هاني اهو reflect ايه بقى؟ زي ما قلتلك reflect وبعديه اسم ال access list او reflexive access list اللي هو هي كاريتها اللي قلتلك هنا في المثال اسمها ايه؟ اسمها allow reply يبقى انا ماجي هنا اقوله ايه؟ اقوله allow reply تمام كده؟ ماشي؟ طبعا فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ فاضل ان انا اكاريت ال access list اللي هي التانية اللي هي هتستقبل connection من برا اللي هي مفروض ان هي هتبلوك اصلا اي اي external connection بدء من برا اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هي مسمينها deny 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 in تعال كده ما نطبق ايه هنا exit اقوله ip access list برضو extended واسميها ايه؟ اسميها deny in خلاص ال conditions بتاعتها ايه؟ انا زي ما قلتلك هنا ال access list دي انا هسيبها فاضية وطالما سبتها فاضية يقب اي دفولتي في حاجة اسمها deny any بس انا هقول لها هقول ال access list دي تستخدم ايه؟ تستخدم ال conditions الموجودة في access list اسمها allow reply ان كانت موجودة تعام كده؟ يبقى انا هقوله ايه؟ ازا فاهمه الكلام دي او ازا فاهمه الكلام دي او ازا فاهمه ال access list دي اقوله evaluate allow allow خلاص كده كده ايه؟ كده انا تقريبا خلاصت بقى ان انا بس ال link ال access list دي ودي على الانترفيس ده ال link دي out عشان ايه ال traffic اللي خارج من الروتر و ال link دي ايه؟ ال link ها ايه؟ ال link ها ان تمام؟ دي مش عاملها ال link لان ال conditions تاعتها ان كانت موجودة هتستخدم معطيب ال access list اللي هي من؟ اللي هي deny in d خلاص كده؟ طيب شوف بس انها هقوله ايه؟ هاخش باع ال interface اللي هو ايه؟ هاخش باع ال interface اللي هو ايه؟ فاس Ethernet10 ماشي؟ وقوله IP access group اللي هي باقي ايه؟ allow out هطبق على ايه؟ على out ماشي ماشي وقوله IP access group برضو يسمها deny in هطبقها فين؟ على in خلاص؟ أريد ال who خلاص كده ايه؟ اعمل ايه اسف ال ايه دي استخدمه ايه؟ هنخليه مثلا يحاول يفتح HTTP Connection مع السيرفر ونشوف الراوتر هيعمل ايه تعال كده الجهاز الانترنل نفتح الفيرفوكس او الانترنكسي بلورر اضعه IP السيرفر الثاني اضعه 2002 اضعه IP اه 2002 اضعه فتح فتح السيرفر طيب تعال بقى نشوف الراوتر عمل ايه شفت الراوتر عمل ايه شفت الراوتر عمل ايه جاه في الرفليكسي في اكسس ليست اللي هي اسمها اللاوري بلاي خلي بالك بقى من الاتجاهات عمل ايه عملت برميتر TCP شوف الاتجاهات جاي منين ده جاي من 20 على بورت 80 رايح فين رايح الهصل اللي هو 10.02 على بورت كام على السورس بورت اللي هو احنا هنا في المسال عملينه كام عملينه 2000 هو هنا في الحقيقي وطلع على كام طالع على ايه 1044 خلاص طبعا تلاحز ان ايه Timed يعني 211 عندك لو عملت تاني لو عملت الكومنتين هتلاقي معتش ب 291 لانه مع الوقت بتتمسع خلاص شوف بقيت كام بقيت 248 لو ستنيك كمان سواني هتلاقي هتلاقي العدد ده عمال ينزي بقيت 242 خلاص يبقى انا جانا عملت ايه قدرت ان انا اوصل الكلاين هببص هفتح الراجل ده من هنا وقاله بص دي هجيني البلاي هجيني البلاي ترى الراوطر ازاد عليه حاجة شايف دي عمل برميت ده فين ده في الالاوري بلاي عمل برميت للإي سي ان بي اللي جاي من الهوست 2002 رايح لفين خلاص البرتوكول ايه البرتوكول طبعا العدد بتاع ده بيعملي ايه بيعملي ايه خلاص كده طيب يبقى انا هنا قدرت تستفيد من خاصية الرفليكس في اكسس كنترول لست ان انا اخلي برطات معينة تتفتح في وقت معين والمدة معينة عن طريق اكسس لست بتتكاري ديناميكالي طبعا نقرر الستابلش نتعرف الستابلش لازم ما قلنا بتشتغل مع تي سي بي بس خلاص طيب يبقى احنا كده شفنا موضوع موضوع رفليكس في اكسس كنترول لست ونراجع ثاني بسرعة نقول رفليكس في اكسس كنترول لست نشي بخلي لو الكلينت عندي عاوز يكون نكت على اكسترنال سيرفر مثلا والسيرفر ده عايز يجيب ريبلاي والاكسس لست اللي هنا عمداله ايه عم هتعمل بلوك للريبلاي ده ما عندهش طبعا الـ 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 المخيمة مجرد مجرد ما اي connection يماتش الاكسس لست دي ديناميكالي هتكاريت اكسس لست تانية نعم ده اكسس لست اسمها اللاو ريبلاي وتعمل برميت مع عكس الايه مع عكس البرتات وعكس الايبهات خلاص وخلي الديناي ان او الاكسس لست الليها ان اللي هتبستقبل الترافك اللي جاي اللي من بره اعرفها انها تشاور ايه تستخدم الكنديشن الموجودة في الاكسس لست دي عن طريق امر ايه عن طريق امر ايه زي ما شوفنا خلاص وزي ما قلتلك الاكسس لست دي دي بتتعامل لفترة معينة بعد كاف تتمسح تاني بعدك اقدرت ان انا امن الكنيشن بتاعي بتاعي التباينس اللي من جوه خارج لبرا ماتقوليش بعد فيه الزوم بازد وكلام ده لان الكلام ده مقرر عليك المفروض انك انت ايه تعرف كل الكلام ده تعرف الستابلشد اكسس كنتروليست وتعرف الرفلكسف وتعرف الزوم بازد طبعا في الزوم بازد الموضوع ميسر عن كده بكتير انه طبعا هنا بقى في الزوم بازد واضح اعطيت شد اكسس لست التانية هي الهالي قد يزول البرمت التسبيه خلاص خلص وخلصت the time بطاعتها خطط وزيجت متحت من الاريق المساحة من الاول لايق اهي وما اعتش فيها غير الغير بتاعيه فاهم ايه غير بتاعي التقليب حتى Everyone time lift بتاعيه 50.42 طبعا القيم طيب اذا كان ده ممكن ازبطه اثناء ما اكون باعمل ايه باعمل ال PRI sezer الـ اكسس لست الاولية ممكن احدده الاتصار تحتاج للمشاهدة على المحتوى من المخلص لدىية الديناميكا فلا يجب على الواحد الآثة انظروا الديناميكا ستجدوا العديد و و و مع الرساعة و مع الوضع جديد يتعامل الوضع و يتضيح الوضع و يبقى التعرف هذا تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته